أنا في تقديري هاي المؤامرة اللي هي أنا بآمن بنظرية المؤامرة إنه عملية هاي نصب واحتيال نصبت من أجل عملية احتيال يعني ترامب نصبت من أجل اللي هو الإطاحة ببايدن الدولة الأمريكية العميقة قررت تطيح ببايدن بايدن مخرب بايدن يعني أصبح 82-83 سرع ما عاد مسلطر على نفسه فقرروا وعزولوا يا أخي يعني تراجع عن الانتخاب تراجع عن خوض الانتخابات خلص تسرتاه ما قبل هاي النظرية ما قبل هاي اللي حاة فهو مصر أنه يستبر فقرروا يطيحوا فيه ويطيحوا فيه ويجيوا بو ترامب هذه المسألة وتقول لي والله يا أبو عطوان أنت بتآمن بنظرية المؤامرة طبعا بآمن طب هو انسيت وأسلحة الدمار الشامل الإسرائيلي في العراق كيف يستخدموها؟ كوين القيمة الديمقراطية وحق الإنسان في ليبيا وفي اليمن وفي مصر كوينها؟ استخدمت كمان بهدف تدمير الدول العربية تدميرها بالكامل وهذا اللي حصل وهذا اللي بيصير فالآن هاي النظرية تأمورية بدهم يطيحوا بايدن ويجيبوا ترامب أمريكا مقدمة على حرب أهلية الأمريكا غابة سلاح أمريكا الآن فعلا فعلا في عملية تراهية غير عادية وفي انقسامات غير عادية فأنا تقديري هاي كلها بدهم يحولوا ترامب إلى شهيد وبدهم يعززوا مكانته في الانتخابات ويطيحوا بايدن المريض المخرف اللي ما عاد مسيطر على إلسانه على كلامه بدي أختم بسوريا حقيقة يا إخوان يعني فيه اللي هو أردغان الآن كل يوم بيحكي أنه هو بدي يرجع العلاقات مع سوريا وإحنا صارت عائلة وحدة وإحنا عائلة وحدة فإيش اللي بيصير بالضبط؟ سوريا تتعافى حقيقة سوريا تتعافى سوريا في مرحلة تغيير ومرحلة تنظيف ويعني ليس كل ما يعرف يقال في عملية تنظيف في سوريا وهاي مسألة مهمة على درجة عالم داخليها عملية داخلية فيه الآن فيه كانت ثقوب فيه كانت يعني اختراقات فيه الآن عملية تنظيف لسوريا من كل اللي هما كانوا في الفترة الأخيرة متورطين في أعمال كثيرة أعمال تجسس أو غير تجسس وأنتم تعرفون ما أنا ما أقول أردوغان أيضا في حالة انهيار غير عادية يعني لما بيشوف اللي هو المعارضة اللي دعمها وساندها على مدى اللي هو الثلاث عشر سنة اللي فاتت أو أكثر هذه كلها يعني واضح أنه أدرك بينه فيه عنده أربع ملايين وفيه عنده أربع ملايين لاجئ سوري وفيه عنده اللي هو الحركة القومية وهي حركة قومية وعنصرية ما بدها سوريين على الإطلاق وبدها تطردهم كلهم بده يروح على دمشق أهلا وسهلا أنا أعتقد أنه يذب أن يرحب فيه الرئيس السوري في دمشق وروح يصلوا في الجامعة الأموي ويرجعوا العلاقات أحسن من أول يعني هاي مسألة مهمة جدا ليش ترجع يعني وخير الخطائين التوابون يعني إذا قرر الرئيس أردوغان يتراجع ويتوب ويفتح علاقات كويسة مع سوريا أهلا وسهلا يعني سوريا تحتاج إلى هذه العلاقات ونحتاج أن يكون فيه يعني تبادل تجاري واقتصادي وسياسي بين الجارين السوري والتركي طبعا فيه تهديدات لتركيا فيه تهديدات من أتراك أو أكراد بدهم الاستقلال بدهم الدستور وبدهم انتخابات وكمان فيه ناس حرقوا العلم التركي وداسوا عليه فهذا كله بيؤدي صب لمصلحة التقارب بين البلدين الشقيقين وإلى اللقاء بإذن الله